تقرير صادم جديد يصف فيه خطورة الوضع الإنساني في اليمن وما ستأول إليه الأوضاع قريباً في حال استمرار الحرب والنزاعات والصدمات الاقتصادية ونقص تمويل برامج المساعدة الإنسانية الحرجة وحذر تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا من أن الأرقام الواردة في تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي والذي تم إصداره مؤخراً تؤكد المخاوف الجسيمة التي تشعر بها وتتوقعها المنظمات الإنسانية كما نبه بأن قرابة 17 مليون شخص في اليمن يعانون من مستويات عالية من الإعدام الأمن الغذائي الحاد و2.2 مليون طفل يعانون من سوء تغذية الحاد وأشار التقرير إلى أن الأزمة الأوكرانية أدت أيضاً إلى توقف إمدادات الحبوب والنفط الرئيسية في العالم إلى بلدان مثل اليمن وإنه مع استيراد اليمن لما لا يقل عن 40% من احتياجاته من القمح من أوكرانيا وروسيا يخشى أن يرتفع عدد اليمنيين المعرضين لظروف المجاعة بشكل أكبر وكان برنامج الأغذية العالمي قال إنه يحتاج إلى 800 مليون دولار في الأشهر الستة المقبلة لتقديم المساعدة الكاملة إلى 13 مليون شخص تقدم لهم المساعدة حتى الآن ومنذ بداية العام اضطر البرنامج إلى خفض الحصص الغذائية إلى النصف أي 8 ملايين شخص بسبب نقص التمويل وتشهد اليمن بحسب تقارير الأمم المتحدة أزوأ أزمة إنسانية في العالم جراء حرب الميليشيات الحوثية وقد بات معها ما يقارب من 80% من اليمنيين على حفة الجوع